وأن تربي وأن يكون المعلم قدوة كما يكون الأب قدوة فإذا كان الأب والأم قدوة وكان المعلم قدوة نشأ الأولاد نشأة طيبة سليمة صحيحة هي التي نرجوها ونأملها ونتمناها ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث صحيح لعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وشاوره سبعا ثم اترك حبله على غاربي أي أننا في مرحلة الطفولة ينبغي أن نعلم وأن نوجه وأن نربي وحتى لو كان ذلك عن طريق اللعب اللعب الهادف الذي يصنع قيمة والذي يعلي الذاكرة والذي يبني عقولة هذا الذي ينبغي أن يكون في التربية حين نلاعب أولادنا سبعا نشجعهم ونربي فيهم دائما التوجه السليم والذكاء الفطري والبناء القوي واحترام الصغير الكبير هذا الذي ينبغي أن يكون في مجتمعنا وأدبه سبعا الفترة من سبعة سنوات نسميها تربية الغرائز أو توجيه الغرائز أو تنمية الغرائز من سبع سنوات حتى أربعة عشر عاما ينبغي أن نؤدب بحيث أن نحن يكون لنا مكان في التربية والتوجيه والبناء في البيت وفي المدرسة هذا ينبغي أن يكون حتى ينشأ أولادنا النشأة السوية والإسلام رعى ذلك فقال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبح أي أننا نأمر أولادنا في سبع سنين أن نصلوا وأن نحاول أن نكون قدوة لهم وأن نجعلهم يتوضؤون ويأتون ليصلوا معنا سواء كان ذلك في المسجد أو في البيت حتى ينشأ الأولاد وفي عقولهم وفي هذا الدين القوي المتين وهذه التربية السديدة والصلاة دائما تربي تربي عن الارتباط بالجماعة والدفاع عن الجماعة وأن نعيش في جماعة وأن نعتصم دائما بجماعتنا وجماعة المسلمين أي أننا يقوي بعضنا بعضا ويعزر بعضنا بعضا وأن نكون دائما يدا واحدة وقوة واحدة وأمة واحدة هذه التربية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون دائما في عقولنا وفي أذهاننا وفي نفوسنا مروا أولادكم بالصلاة لسعبا واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجة أي في عشر السنين ينبغي أن نعلم الأولاد أن يصلوا وأن لا يهملوا في الصلاة وأن لا يتركوا الصلاة وأن لا ينسوا الصلاة وأن لا يصلوا وقتا ويتركوا الآخر واضربوهم ضربا غير مبرح وإنما عملت التخوين وعدم الرضا إن أنا غير راضي عن أفعال لأن نضرب ضربا مبرحا يقتل أو يترك عاها أو يترك أثرا وإنما ينبغي أن يكون ذلك برفق وحنان ولطف حتى ينشأ الأولاد نشأة تحببهم إلى دينهم وإلى إيمانهم وإلى إسلامهم